عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ مشروع إنشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح والزيوت وخلال الاجتماع قال رئيس مجلس الوزراء إن هناك توجيهات رئاسية بأهمية العمل على إنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو غيرها وذلك نظرا لما ستتيحه إقامة هذه المنطقة من فرصة للاستفادة في تخزين الغلال والحبوب ونقله إلى عدد من الأسواق العالمية كما أكد مدبولي أن إقامة منطقة حرة لوجستية للتخزين القمح سيمثل قيمة مضافة كبيرة مشيرا إلى إمكانية تعظيم الاستفادة أيضا من هذه المنطقة من خلال إقامة مخازن ومستودعات للزيوت المختلفة